اشتركوا في القناة من تقدير واحترام لدى الشعب المصري ومنوها إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين مصر والفاتيكان خلال الأعوام الماضية خاصة الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس إلى مصر عام 2017 وعودة الحوار بين الأزهر والفاتيكان وقد أكد السيد الرئيس النهج الحالي للدولة المصرية في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة مشيرا إلى أن تلك الثقافة بدأت بالفعل في مصر وستنتشر في المنطقة بطبيعة الحال مع مرور الوقت ومنوها في هذا السياق إلى توقيع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان وثقة الأخوة الإنسانية مؤخرا بما يسهم في تعزيز تلك الثقافة وأوضح سيادته أنه في المقابل يجب تفاهم خصوصية ثقافة المنطقة بما تضمه من معايير ومبادئ وهو الأمر الذي يتطلب التفاهم والتفاعل مع تلك الثقافة في إطار من القبول والاحترام من جانبه أكد الكاردينال ساندري تقديره لمصر قيادة وشعبا حيث نقل تحيات البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للسيد الرئيس مشيرا إلى ما يكنه قداسته من محبة لمصر ومعربا عن حرص الفاتيكان على تعزيز أواصر التعاون مع مصر بما يسهم في تدعيم ثقافة الحوار والتعايش والسلام والحوار بين الأديان اللقاء شهد استعراض ما يواجهه العالم حاليا من تصاعد نبرات التطرف والتشدد والإقصاء الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود لإعلاء قيم التعايش والتسامح بين جميع الشعوب ومد جسور التفاهم والإخاء وتعزيز دور الفاتيكان في احتواء تلك الظاهرة حيث أكد السيد الرئيس في هذا الإطار أن مصر والفاتيكان لديهما مجال واسع للتعاون في ترسيخ مبادئ الوسطية ونبذ العنف والفكر المتطرف والإرهاب ومشيرا إلى استمرار مصر في تأكيد مبدأ المواطنة وحرية العقيدة التي يتمتع بها جميع المواطنين وفي ذات السياق أكد الكاردنال ليوناردو ساندري أن الخطوات التي تنتهجها الدولة مثل افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح جنبا إلى جنب مع مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة تعد رسالة محبة وسلام للعالم أجمع وتعكس إرادة سياسية لترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح والتعايش بين جميع المصريين كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة مونيكا جوما وزيرة خارجية كينيا وذلك على رأس وفد يضم كل من النائب العام ومدير عام المخابرات الوطنية الكينية وبحضور كل من السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة السيد الرئيس رحب بلقاء الوفد الكيني طالبا نقل تحياته إلى الرئيس أوهورو كينياتا ومؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التي تربطها بشقيقتها كينيا في مختلف المجالات لسيما التبادل التجاري والاستثمار كما أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الكيني والرئيس كينياتا شخصيا خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي خاصة فيما يتعلق بأولويات العمل داخل الاتحاد سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصب إليه الدول الافريقية كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ليوزينيا رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة وعددا من كبار مسؤول المنظمة وذلك بحضور السيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد الرئيس رحب برئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به المنظمة على المستوى العالمي بصفة عامة والمستوى الافريقي بصفة خاصة في مجال دعم إنشاء وتطوير نظام ربط كهربائي عالمي من أجل تلبية الطلب العالمي على الكهرباء بطريقة نظيفة وخضراء وتشجيع برامج الربط الكهربائي بين الدول المتجاورة من خلال تقديم الدعم والاستشارات الفنية كما رحب السيد الرئيس في هذا الصدد بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية والمنظمة والذي يتضمن إجراء بحوث مشتركة حول استراتيجية الطاقة لتسهيل تخطيط البنية التحتية للطاقة في مصر وإجراء تقييم ودراسات مشتركة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة في مصر وكذا الاستشارات الفنية في مجالات الطاقة الذكية وتعزيز مفهوم الربط العالمي للطاقة في مصر وتسهيل الربط الكهربائي بين الدول العربية اشتركوا في القناة